مساء الخير النهاردة هنعمل مادلين كيك والكيك دي اصلها فرنسي وبصراحة سهلة وبسيطة وصغيرة تقدروا تحطوها في لانش بوكس الاولاد او لانش بوكس شغل بتاعكم او تقدروا تفتروا بيها كده عالسريع لانها صغيرة وسهلة تقدموه جنب قهوة جنب شاي انا شخصيا عملتلي كده كوبات لاتيه جنبه زي ما انتو شايفين كلوه جنب اي حاجة تعجبكم دلوقتي هنبدأ على طول بتسيح الزبدة والحقيقة الوصفة ديت مختلفة عن الكيك العادية بان احنا بنسيح الزبدة اللي هنستخدمها فيها يعني مش بتكون بدرجة حرط الغرف كمان بشرنا البرتقان ودلوقتي هنضرب البيض مع السكر في الستاند ميكسر بالطريقة دي هناخد طبعا وقتنا هنبتدي بسرعة بطيئة وبعد كده هنعلق بالسرعة يعني المدت تقريبا من 5 دقايق ل10 دقايق ضفت الفانيليا هبتدي ان انا اكمل خفق لغاية ملون بتاع الخليط يبقى ابيض فاتح جدا زي ما انتو شايفين تقدروا تضربوها في الخلاط تقدروا تضربوها بقديكو وتقدروا كمان تضربوها حتى بالمضرب الكهربائي خليط الزبدة بتاعي السايح اللي انا حضرته هضيف علي عصير البرتقان وبشر البرتقان وهقلبو كويس جدا وتأكد انهم اختلطوا كويس مع بعض هبتدي انخل المواد الجافة مع بعضها الملح والبيكينج بودر والدقيق بعد كده هضيف عليهم الخليط اللي انا عملته وهنا بقى هاخد وقت تماما لان انا محتاجة ان الدقيق يختلط تماما بمكس البيض والسكر بالطريقة دي فولدن كده يعني هاخدها من تحت لفوق من غير مقلب اخدها من تحت لفوق من غير مقلب بغاية ما الدقيق كله يختلط بخليط البيض والسكر خد وقتكو خالص مش عايزين يكون في اي دقيق ظاهر معنا بعدها هضيف عصير البرتقان بالطريقة اللي انتو شايفينها على مرحلتين اول مرحلة نص الكمية وهقلب كويس جدا زي ما انتو شايفين من فوق اللي تحت وبعدين هضيف وبعدين هضيف نص كمية العصير التانية وهستمر في التقليب بالشكل ده لحد ما عصير البرتقان يختفي تماما معايا من غليط الكيك هغطي عليها كويس قوي زي ما بنعمل الكاسترد كده بالزبط بالبلاستيك راب زي ما انتو شايفين وانا مش عايزة يدخل لها اي هوا من برة فهغطي عليها ببلاستيك راب تاني من فوق باحكام بالطريقة دي وهحطها في التلاجة ليلى كاملة نفس الطريقة هعمل في الاولب اللي هخبز فيها الكيك وبرضو هدينها الاول بالزبطة او السبري اللي يعجبكم وهحط عليها الدقيق بالشكل ده وبعديها بعد ما خلص الاثنين اوالب بالشكل ده نحطها كمان في التلاجة ليلى كاملة مع خليط الكيك الاوالب يبقى دايما على شكل شيل او صادفة بعد ما خليط الكيك معايا والاوالب باتوا في التلاجة ليلى كاملة طلعتهم من التلاجة دلوقتي بقى بالسكوب بتاعت الايس كريم او تقدروا تستخدموا مع علاقتين مع بعض هنخط كده في الاوالب وطبعا الفرن بتاعي انا مسخناه من قبل الوقت على درجة حرارة 180 او 350 في هرنهايت قبلها بنص ساعة واحنا بنحط بالسكوب يا جماعة ما تحاولوش تحطوا كمية كبيرة قوي لان الكيك دوات حجمه طبعا بيضاعف في الخبز فحطوا كمية صغيرة يعني نص التأسيمة او نص الدائرة دي ما تملوهاش على الاخر بعد ما خلص كل الكمية هدخلها الفرن على الرف الاوسط لمدة تقريبا من 8 دقيقة لأقصى حاجة 11 دقيقة ما تسيبوهاش اكتر من كده الكيك ده الوش بتاعه من فوق بيبقى لونه فاتح زي ما قولنا من تحت بيبقى بني والحواف كمان لونها بني انا هنا خلاص خلصت خبز الكيك ده شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفرن زي ما انتو شايفين الحواف بتاعته غمقى ومن الوش تفاتح هبتدي اطلعه كده من اوالب السيليكون او اوالب الفرن وده شكله بيبقى زي الصدفة كده زي ما انتو شايفين من تحت الكيك ده يا جماعة من اسهل الكيكات اللي ممكن تعملوها وحاكمه صغير وطاري وهش زي ما انتو شايفين في منطعه الطروة حاجة يعني في منطعه الرواة لو عندوك اولاد صغيرين هيحبوه جدا وكمانه صغير وبيدخل في اللانش بوكس هيبقى سهل عليهم جدا في الاكل اتمنى يا رب تجربوا الوصفة ديت وتعجبكم لو عجبتكم ما تنسوش تسيبوا لي لايك على الفيديو وكمان تسيبوا لي رأيكم في الكومنت ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى ان انتو تشرفوني بالاشتراك اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وانتم بالفخير وباي باي